أصدقائي في قناة وأولادة حبايبي تايمور وطارق يارب تكونوا بخير معنا مجموعة من الأسئلة إن شاء الله نحلها مع بعض بطريقة حلوة وبسيطة يلا بينا أول سؤال عندنا بيقول He at that office for a long time He يعني هو at that office في المكتب ده for a long time لوقت طويل طيب هو احنا عندنا الاختيارات بتقول works is working has been working working طيب بمعنى إيه؟ بمعنى عمل أو شغل تمام؟ طيب يبقى هو المفروض بنقول السؤال هو فضل شغال لمدة طويلة أو لوقت طويل في المكتب هو فضل شغال وقت طويل في المكتب طيب هنقولها إزاي بقى نختار إيه؟ هي فضل بتبقى has been يعني ظلة أو فضل has been يعني ظلة أو فضل طيب دي الإجابة الصحة has been working فضل شغال بمعنى إيه؟ فضل شغال has been working يعني فضل شغال يبقى نقول الجملة على بعض ونترجمها يلا بنا he has been working at that office for a long time هو فضل شغال في المكتب ده لوقت طويل he has been working at that office for a long time هو فضل شغال في المكتب ده لوقت طويل تعالوا نكمل أسئلة ونشوف السؤال التاني مع بعض since the coal mines closed there no jobs here طيب تعالوا بس نترجم كده مع بعض واحدة واحدة since يعني منذ the coal mines مناجم الفحم closed أغلقت أو تقفلت there هناك no jobs here ما فيش شغل هنا أو ما فيش شغل موجود هنا يعني من ساعة ما مناجم الفحم متقفلت وما فيش أي أي أشغال هنا أو أي وظائف هنا تعالوا نشوف هنختار عندنا have been is where being طيب هنا بمعنى موجود تمام بمعنى إيه موجود or يعني يكون have been موجود is يكون where being كان موجود تمام طيب تعالوا نشوف إيه إيه الحل الصح أو من ساعة ما مناجم الفحمة قفلت وما فيش وظائف هنا غير موجود غير موجود طيب تعالوا بقى نشوف هنجيبي الإجابة الصحة أنا واحدة الإجابة الصحة عندنا هتكون have been زلت تمام زلت يعني إيه فضلت فضلت إيه موجودة طيب have been مع no jobs here there have been no jobs here يعني ما بقاش موجود وظائف هنا ما بقاش موجود وظائف هنا يعني من ساعة ما قفل وما ناجم الفحم ما بقاش في إيه وظائف موجودة هنا فطبعا احنا عايزين حاجة بمعنى موجودة أو زلت هنا يعني ما بقاش في حاجة موجودة تمام طيب يبقى نقولها إيه there have been no jobs here ما بقاش في وظائف موجودة هنا طيب يبقى نقول السؤال على بعض بالترجمة يلا بينا since the coal mines closed there have been no jobs here ومن ساعة ما قفل وما ناجم الفحم ما بقاش في اي شغل موجود هنا ما بقاش في اي شغل موجود هنا ندخل على السؤال الثالث السؤال الثالث بيقول did you like the house شرطة yesterday طيب did you like the house يعني عجبك البيت yesterday مبارح طيب نشوف الاجابات الاختيارات ايه ونختار منهم اجابة صح يلا بينا which I showed you which I showed you اللي انا ورته لك I showed you which وريتك اللي هو ماينفعش طبعا ايه وريتك اللي هو دي ماينفعش طيب which I showed you it اللي انا ورته لك هو برضو متنفعش I showed it I showed it يعني انا وريته لأ برضو هنختار ايه الصح بقى ايه الاجابة المناسبة الصحة طب تعالوا نقول السؤال تاني ونشوف ايه الاجابة اللي هتكون صحة مع السؤال did you like the house which I showed you yesterday اللي انا ورته لك مبارح يبقى اول اجابة هي ايه دي الصح which I showed you yesterday اللي انا ورته لك مبارح which يعني اللي I showed you ورته لك yesterday مبارح يبقى نقول السؤال بالاجابة بتاعته did you like the house which I showed you yesterday عجبك البيت اللي انا ورته لك مبارح did you like the house which I showed you yesterday عجبك البيت اللي انا ورته لك مبارح او اللي انا فرقتك عليه مبارح السؤال اللي بعضه السؤال عندنا هنا بيقول I am not that subject I am not that subject يعني انا مش المادة دي I am not يعني انا مش طيب that subject المادة دي طيب ايه هي المادة طيب تعالوا نشوف الاختراط وهنا يفهم منها الاجابة المفروض نقولها ايه interesting with interested with interested in interested by طيب هو هنا interested بمعنى بمعنى ايه مستمتع او حابب الحاجة دي يعني ليا فيها او ايه عجباني او حاببها او عايزها او محتاجها تمام يبقى interested لها كزا معنى فاهمنا طيب تعالوا نشوف الاجابة اللي هنختارها صح هو بيقول I am not interested I am not interested in that subject اه يبقى interested in انا غير ايه غير راغب في المادة دي يعني انا مش عايز المادة دي I am not interested in يبقى لما يكون انا عايز اقول الحاجة انا مش عايز مش حبيبها او مش بفضلها او مش عجباني هقول ايه I am not interested in ونكمل بقى بقى بقيت ايه الجملة اللي انا عايز اقولها تمام هنا عندنا الجملة بتيعني ان في ايه في مادة هو مش مش مفضلها او مش عايزها او مش عايز تعلمها فبيقول ايه I am not interested in that subject انا مش عجباني المادة دي I am not interested in that subject انا مش عايز المادة دي تمام السؤال اللي بعده Alice is unhappy today Alice مش مبسوطة النهاردة she can't study هي مش قادرة تذاكر something anything nothing everything طيب هي Alice هنا مش مبسوطة النهاردة وهي مش قادرة تذاكر مش قادرة تذاكر حاجة تمام كده طيب يبقى الاختيار انهي الصح she can't study anything هي مش قادرة تذاكر اي شيء او اي حاجة مش قادرة تذاكر حاجة يبقى anything يبقى مع النفي بناخد any مع الاثبات بناخد some طيب يبقى احنا عندنا هنا anything هي الاجابة الصح اللي هي بي Alice is unhappy today Alice مش مبسوطة النهاردة she can't study anything اللي هو اختيار بي يبقى هي مش قادرة تذاكر اي شيء السؤال اللي بعده the student the student يعني الطالب something to write with الطالب او التلميذ او يعني هو عايز حاجة يكتب بيها تمام something to write with بيبقى يبقى محتاج شيء يكتب بيه is need ولا needs ولا is needing ولا is needed كلهم بمعنى ايه احتياج طيب يبقى هو الطالب محتاج حاجة يكتب بيها the student needs something to write with او يبقى الطالب محتاج شيء علشان يكتب بيه او محتاج حاجة يكتب بيها طبعا انه يكتب بقلم تمام يبقى the student needs something to write with طبعا احنا نتكلم في present simple هنا بيبقى نختار ايه نختار الverb plus is او is او is مع he و she و it هنا زي student ده ممكن يبقى he او she فبالتالي هنزود للverb is مع need هنزود للverb is علحسب نهاية الفعل يبقى need هنزود لها is هتبقى needs يبقى the student needs something to write with يعني الطالب محتاج حاجة يكتب بيها السؤال اللي بعده who is going to answer question مين اللي هيجاوب على السؤال طيب احنا عندنا that to that for that بمعنى that يعني السؤال ده يبقى احنا هيديدنا قول ايه مين اللي هيجاوب على السؤال ده تمام who is going to answer that question على طول that question يعني ايه السؤال ده that question يبقى الاختيار الاول اللي هو ايه هو الصح يبقى who is going to answer that question يعني مين اللي هيجاوب على السؤال ده who is going to answer that question السؤال اللي بعده can you tell me where ونقط وعلمة استفهال بمعنى ايه بقى can you tell me where ممكن تقول لي فين فين ايه بقى هنسأل سؤال بيقول ممكن تقول لي فين تعالوا نشوف الاختيارات وهنحدد اللي هيجاوب الصح does john live john is alive john lives is john living هو بمعنى بمعنى john عيش فين يبقى احنا هو السؤال بيقول ممكن تقول لي هو john عيش فين can you tell me where does john live where does john live يبقى can you tell me where does john live يبقى ممكن تقول لي هو john عيش فين يبقى الاجابة اللي هي الاختيار الاول ايه does john live يبقى can you tell me where does john live ممكن تقول لي john عيش فين يبقى الاجابة ايه نقول السؤال تاني بالترجمة can you tell me where does john live ممكن تقول لي هو john عيش فين السؤال اللي بعضه you like some tea انت حابب تشرب شاي او تحب تشرب شاي طبعا احنا لما بنجي نقول لي حد تحب حاجة نقول له ايه would you like تحب كزا would you like some juice تحب تشرب عصير مثلا would you like some juice تحب تشرب عصير هنا would you like some tea تحب تشرب شاي يبقى would you like would you like دي معنا في ايه فاي سؤال بنسأله لاي حد يشرب حاجة او ياكل حاجة طيب يبقى احنا نختار بي اللي هي would would you like some tea تحب تشرب شاي طبعا سؤال جميل جدا وثالث وصحب سؤال تاني معنا برضو بيقول which man is your teacher اي راجل في دول هو المدرس بتاعك which man is your teacher فالولد هيجاوب هيقول ايه هيقول المدرس بتاعي هو فلاني الفلاني او اللي موجود هنا او اللي بيعمل حاجة او كده فهو عايز يعرف انه مدرس فيهم فهنا الاختيارات مكتوبة بيقول the man is near the window is my teacher الراجل القريب من الشباك هو مدرس ايه the man near the window is my teacher الراجل القريب من الشباك هو مدرس ايه برضو هي نفس الاختيار ونفس الاجابة او اللي ايه اه هنا the man near اه هنا the man is near ما ينفعش the man is near the window is my teacher لا الجرامر بتاعها غلط ما ينفعش اتنين is في نفس السؤال طبعا او في نفس الاجابة قصدي the man is near the window is my teacher لا the man near the window is my teacher الراجل اللي هو قريب من الشباك هو مدرسي طب نشوف سيه كده بتقول ايه the man who is my teacher near the window الراجل اللي هو مدرسي قريب من الشباك the man is near the window who is my teacher لا دي برضو غلط تمام يبقى احنا عندنا اتنين هنختار بينهم اللي هي the man near the window is my teacher the man who is my teacher near the window يبقى احنا نختار the man near the window is my teacher the man near the window is my teacher الراجل اللي هو قريب من الشباك هو مدرسي ده الاختيار الصح b يبقى which man is your teacher اي مدرس او اي راجل هو مدرسك the man near the window is my teacher الراجل اللي جنب الشباك هو مدرسي وبكده نكون خلصنا مجموعة الاسئلة اللي معنا في الفيديو ان شاء الله في اسئلة كتيرة جاية معنا هننزلها على القناة في الفيديوهات اللي جاية تمام اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتدعموه بطالق حلو اوكي واعملوا شير للفيديو برضو واللي مشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا